السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولياء أمو الطلاب طالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح درس تأثير الإنسان على البيئة ونحل تدريبات الأضواء على جزء المشيطة التعلم ونشرح البرمائيات من منهج العلوم الجديد للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد تأثير الإنسان على البيئة هنا يقول لك نشاط حل الكعالم بعد دراستك لبعض طرق تكيف النباتات والحيوانات في البيئات المختلفة هل فكرت ما الذي يحدث عند حدوث تغيير يطلق على البيئة يحدث يتأثر النظام البيئي تتمكن الكائنات الحية غالبا من التكيف على مدى عدة أجيال وقد تتعرض بعض الكائنات للاختفاء أو الموت عند حدوث تغيير يطلق على البيئة يتأثر النظام البيئي وتتمكن الكائنات الحية غالبا من التكيف على مدى عدة أجيال وقد تتعرض بعض الكائنات الحية للاختفاء أو الموت فهنا أقول لك عند حدوث تغيير بطيء يطرع على البيئة بتتمكن الكائنات الحية من التكيف مع هذا التغيير بمرور الزمن ولكن إذا كان التغيير سريع فسيؤدي إلى أول حاجة انتقال بعض الكائنات الحية من بيئتها إلى بيئة أخرى تمكنها من الحياة فيها يبقى انتقال بعض الكائنات الحية من بيئتها إلى بيئة أخرى تمكنها من الحياة فيها اختفاء بعض الكائنات الحية والأثالث حاجة انقراض بعض الكائنات الحية يبقى إذا كان التغيير سريع سيؤدي إلى انتقال بعض الكائنات الحية من بيئتها إلى بيئة أخرى تمكنها من الحياة فيها واختفاء بعض الكائنات الحية وانقراض بعض الكائنات الحية هنا يقول لك يوجد نوعين من التغيرات التي تطرق على البيئة يوجد نوعين من التغيرات التي تطرق على البيئة هما التغيرات الطبيعية والأنشطة البشرية يوجد نوعين من التغيرات التي تطرق على البيئة التغيرات الطبيعية والأنشطة البشرية عندك التغيرات الطبيعية مثل ايه؟ تمثل فيه أول حاجة التغيير في درجة الحرارة بالارتفاع أو الانخفاض الشديد التغيير في درجة الحرارة بالارتفاع أو الانخفاض الشديد ده اسمه تغيير طبيعي حرائق الغابات كمية الأمطار التي تتساقط على مدار السنة أو الظروف المناخية القاسية كمية الأمطار التي تتساقط على مدار السنة أو الظروف المناخية القاسية بعد ذلك في الفيضانات إبا التغيرات الطبيعية عندنا التغير في ضاية حرارة بالارتفاع والانشفات الشديد وحرائق الغابات وكمية الأمطار التي تتساقط على مدار السنة أو الظروف المناخية القاسية والفيضانات بالنسبة للأنشطة البشرية تتمثل الأنشطة البشرية بققع الغابات وتجريف التربة ققع الغابات وتجريف التربة من المستنقعات وإزالة الكزبان الرملية الموجودة على الشواطئ من المستنقعات وإزالة الكزبان الرملية الموجودة على الشواطئ بناء مجتمعات عمرانية بناء مجتمعات عمرانية إدخال أنواع من النباتات والحيوانات والأمراض على البيئة إدخال أنواع من النباتات والحيوانات والأمراض على البيئة والتي لم تكن في يوم من ايام جزءا منها فهنا عايز اسألك يقول لك من وجهة نظرك هل النشاط البشري له تأثير سلبي ام ايجابي على البيئة يبقى النشاط البشري له تأثير سلبي على البيئة للنشاط البشري تأثير سلبي على البيئة حيث يؤدي الى اين اول حاجة تشريد انواع اصلية من النباتات والحيوانات لعدة قرون تلوس الهواء وهذا ينتج عن عوادم السيارات او المصانع اللي تعمل بشكل غير صحيح الحاجة الثالثة تلوس التربة والمجاري المائية يبقى هنا عايز يقول لك ان النشاط البشري تأثير سلبي على البيئة بيعمل ايه باول حاجة تشريد انواع اصلية من النباتات والحيوانات لعدة قرون وتلوس الهواء وهذا ينتج من تلوس الهواء من عوادم السيارات او المصانع اللي تعمل بشكل غير صحيح الحاجة الثالثة يقول لك تلوس التربة والمجاري المائية طب هنا اقول لك ولكن ما هي مظاهر التكيف التي تلجأ اليها الحيوانات والنباتات اتجاه النشاط البشري اول حاجة تنتقل الحيوانات الى نظام بيئة اخر يلبى احتياجتها ويساعدها على البقاء يبقى الحيوانات بتنتقل الى نظام بيئة اخر يلبى احتياجتها ويساعدها على البقاء تقوم النباتات بانباد بزرها في مكان مناسب لبقاءها ونموها يبقى النباتات تقوم بانباد بزرها في مكان مناسب لبقاءها ونموها طب بعد كده هنا يقول لك هل يتأثر الانسان بما يقوم به من انشطة في البيئة هل يتأثر الانسان بما يقوم به من انشطة في البيئة فهنا نقول الاثار السلبية لتلوس الماء والهواء على الانسان الاثار السلبية لتلوس الماء والهواء على الانسان أول حاجة عدم نمو المحاصيل التلوث البي يؤدي إلى عدم نمو المحاصيل صعوبة التنفس تدمير الرئتين الإصابة بأمراض الصدر الإصابة بأمراض القلب يبقى الأثار السلبية لتلوث الماء والهواء على الإنسان أول حاجة تقول عدم نمو المحاصيل صعوبة التنفس تدمير الرئتين الإصابة بأمراض الصدر الإصابة بأمراض القلب يحاول بعض البشر حل هذه المشكلة بتغيير أسلوب حياتهم والانتقال إلى مناطق أقل تلوث يحاول بعض البشر حل هذه المشكلة بتغيير أسلوب حياتهم ينتقل إلى مكان أو مناطق أقل تلوث دور الإنسان في استعادة النظام البيئي لطبيعته الأصلية دور الإنسان في استعادة النظام البيئي لطبيعته الأصلية أول حاجة يمكن إعادة زراعة الغابات التي أزيلت يمكن إعادة زراعة الغابات التي أزيلت التخلص من العوامل الملوسة للهواء والماء التخلص من العوامل الملوسة للهواء والماء الحاجة التالتة الحفاظ على النباتات والحيوانات الأصلية الحفاظ على النباتات والحيوانات الأصلية عن حل مع بعض سؤال طبق كعالم أي من هذه الطرق ناتج عن النشاط البشري وأيهما ناتج عن تغيرات طبيعية فعندنا قطع الغابات قطع الغابات نشاط بشري الفيضانات تغيرات طبيعية تغيير ضرقات الحرارة تغيرات طبيعية عواد من مصانع نشاط بشري عن حل تدريبات الأضواء على أنشط التعلم واحد تغير الإجابة الصحيحة هنا أقول لك الحيوان الذي يعتمد على اللهس للحفاظ على برود جسمه جيب لك حرباء النمر ولا السعلب القطبي ولا السعلب الفناك ولا سحلية الصحراء لا إلا اعتمد على اللهس الحفاظ على برود جسمه إحنا قلنا سعلب الفناك بنختار سعلب الفناك رقم اثنين تعتبر رئتين من أعضاء الجهاز نقط في الإنسان هنا يجيب لك الهضم ولا الدور ولا التنفس ولا العصبي الرئتان من أعضاء الجهاز التنفس رقم ثلاثة تعد الخياشين من التكيفات نقط التي تساعد الأسماك على العيش تحت الماء إبا الغياشين من التكيفات التركيبية بنختار التركيبية رقم 4 تمتص نقط الماء والسوال الزائدة من الطعام غير المهضوم هنا يجيب لك اختيارات قال لك المعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة والحواصلات الهوائية تمتص من الأمعاء الغليظة بتمتص الأمعاء الغليظة الماء والسوال الزائدة من الطعام غير المهضوم نختار الأمعاء الغليظة رقم 5 الدم ينقل نقط من الرئتين إلى جميع أعضاء الجسم المساعدة على أداء وظائفها هل ينقل الدم سانوسيك كربون والنيتروجين ولا بخار الماء ولا الأكسجين لا الدم ينقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أعضاء الجسم المساعدة على أداء وظائفها رقم ستة تتمتع الأبقار بأجهزة هضم طويلة ولها معدة مكونة من نقاط حجرات لتتكيف مع العجبة الذي تأكله إبعاد الحجرات اللي في معدة الأبقار سلاسة ولا أربع ولا خمس ولا يوجد إجابة صحيحة لا يتتكون من أربع حجرات رقم سبعة تنشر أشجار نقاط عبير أظهر لجذب الخفافيش نحوها فهنا يديك اختيارات قال لك الصمت ولا المنجروف ولا الكابوك ولا الصنوبر قلنا احنا أشجار الكابوك بتنشر عبيرها لجذب الخفافيش نحوها رقم سبعة تنشر أشجار الكابوك عبيرها عبير أظهر لجذب الخفافيش نحوها نختار الكابوك رقم اثنين أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة وهنا نديك كلمة اللعاب المعدة الأمعاء الضقيقة حادة الحجاب الحاجز المنجروف الصمت الكابوك مستوية قطع الأشجار الفيضانات أول جملة معانا يقول لك يقوم نقط في الفم بطرطيب الطعام ليسهل بلعو يقوم اللعاب نكتب هنا اللعاب رقم اثنين تصب عصارات الكبد والبنكرياس في نقط لإتمام عملية الهضم فين في الأمعاء الضقيقة نكتب هنا الأمعاء الضقيقة رقم ثلاثة الكلاب لها أسنان نقط تناسب طعامها من اللحوم التي تتغزى عليه بل أسنان حادة نكتب هنا حادة رقم أربعة العضلة الكبيرة التي تساعد في حركتين الشهيق والزفير تسمى نقط تسمى الحجاب الحاجز رقم خمسة من التغيرات الطبيعية التي تطرع على البيئة الفيضانات نكتب هنا الفيضانات تساعد الجزور الطويلة في أشجار نقط على الصمود أمام الأمواج أشجاري أشجار المنجروف رقم سبعة لا تستطيع الحيوانات الوصول إلى أوراق أشجار نقط بثابة ارتفاع أغصانها أشجاري أشجار الصمت رقم ثلاثة تخير من العمود به ما يناسب العمود ألف رقم واحد يحدث لكائنات التي لا تتوافر لديها طرق التكيف مع ظروف البيئة يحدث لديها تنقرض ويختفي نوحها يبدأ تنقرض ويختفي نوحها رقم اثنين يظل الطعام داخلها لعدة ساعات حتى يتحول إلى سائل الهمين المعدة نكتب هنا رقم اثنين أو نوصلها بها رقم ثلاثة يمتص جدارها العناصر الغذائية المكونة للطعام الهمين الأمعاء الدقيقة نوصلها بها رقم اربعة لا تستخدم الرئتين في عملية التنفس اللي هي الأسماك نوصلها بها أو نكتب رقم اربعة رقم اربعة ولا تضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية واحد العيون في أحرباء النمر تساعدها على النظر في اتجاهين متعاكسين العبارة صحيحة طب بعدك رقم اثنين تنمو أشجار كابوك في غابات السفانة وتعاني من نقص المياه العبارة خطأ رقم ثلاثة من الأنشطة البشرية التي أثرت سلبيا على البيئة تجريف التربة العبارة صحيحة رقم اربعة في عملية الزفير تنقبض عضة الحجاب الحاجة وتتحرك لأسفل العبارة خطأ طب رقم خمسة تتميز النباتات الصحراوية بأن لها جزور ضعيفة وقصيرة العبارة خطأ رقم خمسة صنف التكيفات التالية إلى سلوكية أو تركيبية فعندنا أول حاجة أقولك إرسال النبات رثائل كريهة الرئيحة عبر الرياح دي تكيفات سلوكية فالكتب هنا سلوكي رقم اثنين وجود أشواك حادة وغطاء خارجي خشن في نبات التين الشوكي ده تكيف تركيبه رقم ثلاثة الجسم المنتفق في حرباء النمر عند شعورها بالخطر ده تكيف سلوكي رقم أربعة شقر الآزان في كل من سعلب الفناك والسعلب القطب ده تكيف تركيبه رقم خمسة تمتع بعض الحيوانات بمرونة التغذي على أنواع مختلفة من الغزاء ده تكيف سلوكي رقم ستة اكتب المصطلح العلمي لكل مما يلي أول حاجة واحد تكيف يطرق على السلوك مجموعة من الحيوانات ده تعريفه ده تعريف التكيف السلوكي نكتب هنا التكيف السلوكي رقم اثنين عملية دخول الهواء محمل بغاز الأكسجين إلى الرئتين ده تعريف الشهيط نكتب هنا الشهيط رقم ثلاثة تتفرع على جوانب أشجار الكابوك تنمو لأعلى حتى تصل إلى جزوع الشجرة وتعمل على استقرارها في الأرض ده تعريف الجزور الداعمة نكتب هنا الجزور الداعمة رقم أربعة الجهاز المسؤول على إمداد الجسم بالعناصر الغزائية الموجودة في الطعام والحصول على الطاقة ده الجهاز الهضمي شارك سجل أدلة كعالم وده جزء ينراجع فيه الأجزاء اللي شرحناه في الدروس السابقة أول حاجة هنا يعيقول لك البطريق فهنا البطريق يعيقول لك درس البطريق عن راجع التكيف سمة مميزة للكائن الحي تساعده على البقاء على قيد الحياة طب أنواع التكيف عندنا التكيف التركيبي والتكيف السلوكي التكيف التركيبي هو تغيير يحدث داخل جسم الحيوان ويشمل تغييرا في تركيب أحد أجزاء الجسم ده تكيف تركيبي أما التكيف السلوكي تغيير يطرق على سلوك مجموعة من الحيوانات طب هنا يعيقول لك من خلال دراستك لطرق التكيف لكل منه أول حاجة سحلية الصحراء طائر البطريق كيف يمكنك الآن وصف أقدام البطريق هنا يعيقول لك تتلامس الأوعية الدموية التي تحمل الدم الدافي من الأجزاء الدافئة في جسم البطريق مع الأوعية الدموية التي تحمل الدم البارد الموجود بالقدمين الباردتين مما يؤدي لانتقال الحرارة إلى قدميهم طب هنا يعيقول لك كيف تحافظ السحلية الصحراء على درجة حرارة جسمها منخفضة تقول لك تقوم بالبحث عن مناطق الظل والبقاء فيها في الأوقات شديدة الحرارة طب هنا يعيقول لك كيف تتكيف الأنواع المختلفة من الحيوانات للبقاء على قيد الحياة في الظروف المناخية القاثية فعندنا التكيفات التركيبية أول حاجة الفراء الكسيف للدب القطب للشعور بالدف الأزان الطويلة لسعل بالفناق للحفاظ على برود الجسم أقدام حرباء النمر على شكل حرف V لتساعدها على التوازن والحركة طب بالنسبة للتكيفات السلوكية الاختباء في كهوف تحت السلج للحفاظ على دفء الجسم مثل الزعل بالقطب الاختباء في جحور الحفاظ على برود الجسم مثل الزعل بالفناق تنفخ حرباء النمر جسمها بالهواء وتفتح فمها لتبدو أكبر حجمة لتخيف أعداءها ده برضو تكيفات السلوكية كيف تتكيف الأنواع المختلفة من النباتات للبقاء على قيد الحياة في الظروف المناخية القاثية التكيفات التركيبية تمتلك أشجار الصمت أشواك حادة حول أوراقها لحمايتها من الحيوانات الجائعة لشجرة الكابوك جزور داعمة تنمو لأعلى حتى تصل إلى جزوع الشجرة وتعمل على تدعيم الشجرة واستقرارها في الأرض بالنسبة للتكيفات السلوكية قل لك إرسال أشجار الصمت رسائل تحزيرية عبر الرياح إلى باقي الأشجار الأخرى لتبدأ في إنتاج السم الذي يجعل مزاق الأوراق سيئ ده تكيف سلوكه تنشر أشجار الكابوك عبيرة أظهارها لكي تجذب الخفافيش نحوها بعد كده درسنا الجهاز الهضمي فالجهاز الهضمي هو الجهاز المسؤول عن هضم الطعام وإمداد الجسم بالعناصر الغذائية يتكون الجهاز الهضمي من الفم والبلعوم والمريء والمعدة والأمعاء الضقيقة والأمعاء الغليظة وفتحة الشرق بعد كده درسنا الجهاز التنفسي وهو الجهاز المسؤول عن عملية دفع الهواء داخل الجسم وطرد ما لا يحتاج إليه من الغازات ويتكون الجهاز التنفسي من الأنف والبلعوم والقصب الهوائي والشعبتين الهوائيتين والرئتين والحجاب الحاجز بعد كده درسنا أوجه التشابه والاختلاف بين الجهاز التنفسي للإنسان والجهاز التنفسي للأسماك أول حاجة أوجه التشابه كلاهما يستنشق الأكسجين ويخرج سان أكسيد الكربون يوزع غاز الأكسجين على جميع أجزاء الجسم أما أوجه الاختلاف يمتلك الإنسان رئاتين لاستخلاص الأكسجين من الهواء أما الأسماك تمتلك الأسماك خياشيم لاستخلاص الأكسجين من الماء الدرس السادس على وقت تطبيق العمل علاقة الوظائف بالتكيف فينشاط بيقول لك حل لك عالم أول حاجة البر مائيات هل يؤدي عدم تكيف الكائنات الحية إلى انقراضها قال لك بالفعل يوجد كائنات حية لم تستطع التكيف مع التلوث الحادث في الماء والهواء مما أدى إلى انقراضها نتكلم عن البر مائيات هي حيوانات يمكنها أن تعيش في الماء وعلى اليابسة بر مائيات حيوانات يمكنها أن تعيش في الماء وعلى اليابسة مثل الضفاضع والضفضع المصري اللي هو ضفضع الطين والسمندرات اللي تعيش في البيئات الرطبة هنا يقول لك تمكن العلماء الباحثون من معرفة طرق تكيف هذه الكائنات في البيئة التي تعيش فيها فأيقول لك من خلال الدراسة اكتشفوا أنها تعتمد على طريقتين واول حاجة ثانوس عن طريق الرئة يبيض السمر مائيات والتنظف عن طريق الرئة وتستخلص الأكسجين من الهواء الجوة عن طريق الرئة وتتصرات سينوكسيكربون وتتكنفص عن طريق الجلد إيبيض السمر الجلد يسمح بمرور الماء والغاز من خلاله حيث يمتص الجلد الأكسجين من الماء مباشرة يبقى يغطي جسمها جلد الجلد ده بيسمح بمرور الماء والغاز من خلاله حيث يمتص الجلد الأكسجين من الماء مباشرة يمتص الجلد الأكسجين من الماء مباشرة يحتاج هذا النوع من الحيوانات إلى مياه نظيفة ليتمكن من البقاء بشكل صحي لأن لديها عساسية كبيرة لآثار التلوث والفيروسات التي قد تنتقل عن طريق الماء والدليل على ذلك يحتاج هذا النوع من الحيوانات البرمائيات إلى مياه نظيفة ليتمكن من البقاء بشكل صحي لأن لديها عساسية كبيرة لآثار التلوث والفيروسات التي تنتقل عن طريق الماء والدليل على ذلك تعرض حوالي 90 نوع من البرمئيات خلال 20 عام للانقراض مثل الضفضع الزهبي يبدأ على ذلك تعرض حوالي 90 نوع من البرمئيات خلال 20 عام للانقراض مثل الضفضع الزهبي بالإضافة إلى 124 نوعا آخر من البرمئيات معرضة للانقراض 90 نوع من البر المائيات خلال 20 عام انقرض مثل الضفدع الزهبي و 124 نوع آخر من البر المائيات معارض للانقراض نتكلم عن نظر العلماء في انقاذ البر المائيات أول حاجة انقاذ وحماية العديد من أنواع الضفادع التي تعيش في الغابات المطيرة من الانقراض يبا انقاذ وحماية العديد من أنواع الضفادع التي تعيش في الغابات المطيرة من الانقراض دراسة البرمائيات لحل اللغز وراء اختفاء البرمائيات حول العالم بمعدلات مخيفة واكتشاف أسباب ذلك يبقى دراسة البرمائيات لحل اللغز وراء اختفاء البرمائيات حول العالم بمعدلات مخيفة واكتشاف أسباب ذلك دراسة كيفية تفاعل هذه الحيوانات مع البيئة وما يحيط بها مما يصيب بها بالإعياء والضعف إبقى دراسة كيفية تفاعل هذه الحيوانات مع البيئة وما يحيط بها مما يصبهم بإيها بالإعياء والضعف وبكده يكون وصلنا معكم نهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته